بسم الله الرحمن الرحيم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أسارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم رفلون وإذا حسرا لا تكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا فحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضونك كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أريتم إن كان من عند الله وكفرتم به وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إسر قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا أربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفر لكما أتعداني أن أخرج وقد أخلت القرون من قبلي وقد أخلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاتلين ولكل درجات مما عملوا وليوفيكم أعمالكم وهم لا يظلمون ويوم يؤرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق واذكر أخا عابه إذ أنذر طومه بالأحقاف يا طرح لك النذر من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله روبا لغتم ما أرسلت فيه ولكني أراتم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجئزل قوم المجرمين ولقد مسكناهم فيما إن مسكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبطارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعا ولا أبطارهم ولا أفئدتهم من شيء من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاطبهم ما كانوا به يتهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يضعون فلولا نصرهم الذين اتفذوا من دون الله قربانا آلهة فالضلوا عنهم وذلك إفتهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نصرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قب يولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يحجي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وآمنوا به يغفر لكم من ذروبكم ويجبكم من عذاب الأليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحجي الموتى فلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فعل فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار إلا ساعة من نهار بلاء فهل يهلك إلا القوم الفاتحون ترجمة نانسي قنقر